كشف وزير وتجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني خلال زيارة قادته لولاية بسكرة كشف الوزير أن المنتجات الفلاحية الجزائرية تشكل من 4.5 إلى 5 بيئة المئة من الانتاج الوطني مضيفا أن قضية ارتفاع الأسعار سيتم معالجتها مع المنتجين والقائمين على التسويق التغطية لعبد العلي أو لعلي أرحب نفس الوقت نتكلم على السوق الإجنبية نحن محتاجين عملة صعبة عندنا مكانية ما يكفينا باش أننا نغزو أفسواق عالمي بنوعية من رك تكلمت عليها رك شفت المخابر الدولية وش رام يتكلموا علينا إذن نحن مبدأ بلنا نالج إلى هات الأسواق نحن في السوق الجزائرية نوفره متطلباتنا والحمد لله يعني من الخضر الفواكه بالرغم من الأسعار فيها كلام اللي لازم نتكلموا عليه مع المنتج وعن المسوق وإحترام الشبكة إلا أنه شيء إحنا ليهمنا ما هو الحجم الذي نريد أن نبلغه من كمية صادرات في قطاع الفلاحة قطاع الفلاحة اليوم راه يمد يعني تقريباً يعني كيفاش نقدر ندير باش أننا نطور حتى حجم الصادرات خارج المحروقات في قطاع الفلاحة هذا هو الهدف من زيارتنا لكم كما كشف وزير التجارة وترقدت الصادرات الطيب زيتوني أن هناك برنامج قدم لوزارة الفلاحة من طرف وزارة التعليم العالي قصد تطوير الشتلات والبدور الخاصة بالجزائر إلا أن ذلك يدخل في أمننا الغذائج أن الجامعة نتعنا اليوم فيها إطارات كبيرة وكبيرة جداً يعني راح تكونت والخير جديد جداً من الجامعة اللي قادر تطورنا تطور عملية البوحوط ندخل في الجينيتيك ندخل في تطوير الشتلات وكذا وفيها مشروع كبير اللي كانت تم سطرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقدمته إلى وزارة الفلاحة باش على الأقل ندخل في إنتاج شتلاتنا في الجزائر باش ما نقدرش نستوردوها لأن هذه تحت تدخل في أمننا نتع موادنا المنتجة في الجزائر باش تكون بس كحنا عدنا دي برودوي تاوعنا يعني خاصين بنا مثلاً كما القمح عدنا بهذا الشيء الأنواع خاصة بنا تمور معروفة رانا في بلادها خاصة بنا إذن ماذا بنا حتى الخضلوف هوك ندخله في البوحوث هذه وعندنا الإمكانيات باش ندير البوحوث بنا إن شاء الله هذا واضف طيب زيتوني أن رئيس الجمهورية أكد على وجوب بعث البوحوث على المستوى الجامعات للعودة للبودور الجزائرية واعتبارها مركات مسجلة باسم الجزائر على غرار دقلت نور الحمد لله اليوم لحقنا له قادرين فقط ننتج باش أننا نضاعف كمية الإنتاج ونظن حتى في قضية البوحوث السيد رئيس الجمهورية عطا تعليمات صارمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع التجارة وقطاع الفلاحة باش أنه يكون في حتى الإنتاج في مخابر معينة عندنا من الطاقات البشرية ما يكفينا لبعث بوحوث أننا ننتج إمكانياتنا عندنا اليوم بعض المركات المسجلة باسم الجزائر في خضرنا في فواكهنا في حبوبنا في الكثير من المنتجات إذن نكتر الأبحاث باش على الأقل تكون هذه المواد مركات مسجلة باسم الجزائر كما هي دقلت نور اليوم في الجزائر